اشتركوا في القناة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق والسيد عبدالطيف السكران مستشار شؤون المجتمع بوزارة الداخلية بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأشهد معاليه بالصورة المتميزة التي ظهرت عليها المباراة الودية بين المنتخبين السعودي والعراقي منوها بالتنظيم الرائع وحضور الجماهير الكبيرة في مشهد جميل يؤكد دور كرة القدم في تعزيز أواصر الألفة والمحبة بين الشعوب وأعقد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤتمر صحفيا على هامش زيارته لمدينة البصرة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمسؤولين في جمهورية العراق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا المكانة المتميزة التي تحتلها العراق على ساحة كرة القدم الآسيوية وأكد معاليه دعم الاتحاد الآسيوي للمطالب العراقية برفع الحظر الدولي المفروض على إقامة المباريات الدولية في العراق مبديا إعجابه بالنجاح العراقي في احتضان العديد من المباريات الدولية الودية خلال الشهور القليلة الماضية الذي يعد خطوة إيجابية على طريق التواصل لرفع الحظر بصفة كاملة وأشاد معاليه بالجهود المثمرة التي بذلتها الأجهزة المختصة في سبيل العمل الجاد لاستكمال مختلف المتطلبات والاشتراطات الدولية اللازمة لرفع الحظر ترجمة نانسي قنقر